دخلياً ترامب أعلن تخفيض ضرائب الشركات بمعدل ضريبة يصل إلى 15% مؤكد أنه سيسعى لخفض أسعار الفائدة وكذلك الضرائب ترامب أشار كذلك إلى أن خلافاته وانتقاداته طيلة السنوات الماضية لن تدفعه لإقالة رئيس مجلس الإحتياطي الفدرالي جيرون باول قبل انتهاء فترة ولايته الرئيس السابق في مقابلة مع بلومبرغ بيزنسويك أشار لخطوة قد تمثل مفاجأة خاصة وأنه قال بأنه سيدرس تعيين جيمي ديمون وزيراً للخزانة إذا فاز بالرئاسة رغم أن ديمون كانت تحت مجهر انتقادات ترامب وأكد أيضاً فيما يتعلق بحضر تطبيق تيك توك أنه في حال فاز بالرئاسة فأنه لن يقدم على خطوة مثل تلك أما خارجيين فتوعد الرئيس كل من الاتحاد الأوروبي والصين بإجراءات اقتصادية قاسية حيث سيستهدف الصين بعقوبات ورسوم جمهورية جديدة تتراوح بين 60 إلى 100% فيما قال ترامب أنه سيفضر رسوم تارفية شاملة نسبتها 10% على الواردات من الدول الأخرى مشيراً إلى شكاوى من عدم شراء الدول الأجنبية ما يكفي من السلع الأمريكية ترجمة نانسي قنقر